مجاز السادسة من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بالبدء في إنشاء محور الحضارة والذي سيكون مدخلا إضافيا جديدا لهضبة المقطم جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع مستشار الرئيس للتقطيط العمراني وعدد من المسؤولين كما تم استعراض جهود رفع كفاءة الطرق بمحافظة جنوب سيناء خاصة من ويبع إلى طابة فضلا عن الموقف التنفيذي لتطوير شبكة طرق الصعيد لا سياما ما يتعلق بمحور المراغة حيث واجه رئيس بتعزيز سير العمل في تلك المحاور الجديدة الهامة على نهر النيل بهدف تسهيل الحركة وخدمة المشروعات التنموية والمجتمعات العمرانية الجديدة أضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي اطلع أيضا على جهود استغلال وتطوير المنطقة الخاصة بمحيط المونرال في شارع يوسف عباس بمنطقة مدينة نصر بالإضافة إلى تطوير منطقة نادي الشمس والأراضي المحيطة به أجرت السيدة انتصار السيسي اتصالا هاتفيا بسيدة دعاء الشرحات والدة الأشقاء الثلاثة الذين لقوا مصرعهم إترحادة أليمة قبل أيام وأعربت السيدة انتصار السيسي خلال الاتصال أنه لا يوجد كلمات يمكن أن تعبر عن الحزن والألم الذي يعتصر قلوب الجميع لهذا المصاب الجلل كما أكدت السيدة انتصار السيسي لوالدة الأطباء الثلاثة أن الجميع بجانبها في مصابها حيث وجدت سيادتها خلال اتصالها بالأم أنها صابرة محتسبة وراضية بقضاء الله وقدره رغم ألم الفاجعة وحرصت السيدة انتصار السيسي على تعزية والدة الأطباء الثلاثة هاتفيا لإبلاغها مواستها الصادقة كأم قبل أي شيء وتقديم أي دعم ممكن للتخفيف عنها بعد وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء وأكد وزير الداخلية أن هذه الدكرى الخالدة تحي دائما في وجدان الأجيال المتعاقبة كيف أن النضالة والعمل الوطني لا يقف عند حد ساحات المعارك وإنما يمتد إلى كل عمل مخلص وإرادة صلبة للبدل والعطاء كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة الفريق أول محمد زاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربية والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة جاء فيها أنه يطيب لي وهيئة الشرطة بهذه المناسبة أن نعبر لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود عن عميق الإعزاز والتقدير وصادق الأمنيات بدوام التوفيق والسداد مشيدا ببطلات التضحية والفداء لرجال قواتنا المسلحة في ساحة الشرف والكرامة والعطاء بعث الفريق أول محمد ذاكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئ لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بطريارك الكرازة المرقصية بمناسبة عيد القيام المجيد وخلال التهنئ أعرب وزير الدفاع عن خالص اعتزازه واعتزاز القوات المسلحة بمواقف البابا توادرس الوطنية وبعطاء الأخوة والأمناء الأقباط من رجال الجيش المصري وتضحياتهم لدفاع عن مقدسات الوطن وتريقه الحضري المجيد كما بعث الفريق أسام عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة لقداسة البابا توادرس الثاني بهذه المناسبة وصلت قواف الوصل الخير من مؤسسة حياة كريمة جهودها لمساندة المواطنين بمشاركة أكثر من 9 ألاف شعب متطوع بالمؤسسة يأتي ذلك ضمن حملة المليون كارتونة حيث تم توزيع أكثر من 850 ألف كارتونة مواد غدائية وذلك على مستوى 24 محافظة من محافظات الجمهورية ختم المجز إلى اللقاء